نخش على الرابع الرابع بقى موجع حبتين بس والله التحرر من التعلق التعلق وجع كبير ده التعلق ده حكاية حكاية وخلينا نقول ان التعلق مش بس علاقة عاطفية يعني هنا احنا هنفهم يعني ايه تعلق بشكل عام هعرف اتحرر بعد ما اقرأ من تعلق بشخص وجعني على فكرة فيه ناس بتتعلق باصحابها فيه ناس بتتعلق بحد عشرته وحبيته بس اذاني قوي احيانا التعلق بيكون بالاماكن برافو عليك او باشياء طبعا في الاشياء مهووسة بيخافوا يطلعوا من المكان بكرة 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 بتاعتهم احيانا ممكن تكوني متعلقة بمكان حقيقي انت بتتأذي فيه ايان مكان هو ايه ده ممكن يبقى شغل برافو عليك فهنا في الكتاب انا بعلمك اولا انت ليه تعلقت لماذا تعلقت لماذا نتعلقت لاننا بنقامن اكثر مما ينبغي بنصدق اللي قدامنا اكثر مما ينبغي ونتواصل اكثر مما ينبغي لازم نعمل لازم نعمل والاننا بندي وبنضع طاقة اكثر مما ينبغي لما ده كله بيحصل بيحصل تعلق بهذا الشيء الخوف من اللي جاي كتير جدا بيبقى سبب احيانا في توطر الانسان تمام هرجع تاني برضو لنفس الكلام اللي بقوله وفكرة ان انا نتطمن باننا نعرف ان حياتنا كلها ملك الخالق ملك اللي خلقنا واللي عدينا بكل اللي مرينا بيه هو هو اللي عدينا من كل اللي جاي وده اللي دايما بنكون بنطمن نفسنا بيه بس ازاي اتطمن كمان من انه مفيش حاجة تقلقني وان انا قد كل حاجة وايه هي شكل التمارين او التدريبات النفسية اللي حضرتك بتقوليها للناس عندك انا تكلمت في الكتاب عن الموضوع ده وهاختصر في حاجتين لكن انا شرحة باستفادة واحد ان سبحان الله احنا قاعدين في طيارة بيقودها كابتن وطيار واحنا قاعدين مبسوطين اويه وبنطلب وبناكل احنا طيرين في السماء على ارتفاع الافات لكيلومترات ومطمنين اويه طبع فكيف لا نطمئن في حياة يسيرها الله عز وجل صحيح ونعمة بالله تي اول حاجة اتنين اتكلمت هنا على قانون مهم جدا 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 اسمه قانون السعي 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 الله عز وجل وان ليس للانسان الا ما سعى النتائج بتاعت ربنا انت عليك السعي اوقفوا قداما الحاجتين دول مهمين اوه اتكلم اخيرا عن الغلاف الغلاف فيه تفاقل رغم ان احنا بنتكلم عن القلم وعن نعمة القلم وزي ما قلنا في البداية حقيقي احيانا بديبقى في المحن منح وبيبقى ده مش احيانا ده مطول الوقت كمان وانه حقيقي القلم ده نعمة والاحساس ده نعمة كلميني شوية عن الغلاف اختيارك الالوان الغلاف عبد الرحمن الصواث هو الفنان اللي عامل الغلاف انا بس كنت شطانة اوي ان الغلاف يبقى يعني يبقى حاجة مشرقة والدار الحقيقة كان ده رأيون وتعبوا معي اوي وتعبوا معي اوي فعلا وكان قدامنا اختيارات كتيرة لكن الغلاف يعبر جدا عما يحتويه الكتاب ان الالم في الاخر بتنبت منه ظهور وبينبت منه جمال وبينبت منه عظمة وان الابداع والمبدعين لم يكونوا ليبدعوا لولا ان تألموا صحيح انا بشكر حراتك على وجود شكرا لحضرتك شكرا لأوي سعيدة جدا باللقاء أنا كمين جدا سعيدة جدا بكل المعلومات المهمة اللي انا على المستوى الشخصي شكرا استفدت منها واكيد المشاهد كمان استفدت متنى شكرا جدا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة